النصيحة اللي هنقولها دلوقتي مع دخول شهر الخريف. احنا دلوقتي هو بينه في شهر تسعة واخر تسعة احنا خلاص اسبوع ونبقى في شهر عشر. شهر عشر اللي هو شهر اكتوبر ده الخريف. بيحصل ايه ان درجة الحرارة بتنخفض بالليل. ويبدأ يجلنا نوع من المرضى نتيجة استخدام المكيف او استخدام المروحة. فالنصيحة اللي بنصحها خلاص المروحة والمكيف يبقى في وقت زروة الحرارة في الظهيرة. غير كده ما تفتحش المكيف وما تفتحش المروحة. نهينا بقى عن ارتفاع سعر الكهرباء. ولكن انا بتكلم عن الطيار الهوى اللي هيجيه لك في كتفك هتلاقي نفسك مش عارف تحرك ورقابتك هتلاقي رقابتك هتشربت. ظهرك تقول انا عندي الام في ظهري كله من المروحة ومن المكيف اللي هيستخدمه في اوقات بتنخفض فيهم درجة الحرارة. النصيحة اللي بعد كده وهنا نصيحة شرب الماء على الريق. كتير من الناس اللي يوم كتبين على النات اشرب مايا ساعة اشرب مايا سخنة اشرب مايا. لا انا سخنة. طب اشرب ايه من كوب لاتنين. لو قدرت كوب خلاص. بتقعدش تشرب وتترع نفسك بالماء. هو كوباية كفاية. ليه? لان اثناء النوم حصل فيه ان الدورة الدموية حصل فيها ركود. والواحد قاعد وانان بيتنفس بيطلع بعض. نقول السوايل. فالجسم بيكون في حالة جفاف الصبح. قاصة الام دخل الحمام مرة او اثنين. ومشربش مية كفاية بالليل. فده بنقول اول ما يصحى. يشرب كوبات مية عشان نزود الدورة الدموية. نمنا اثنين. عشان نقلل من لزوكة الدم. الدم بقى لازج. لازج يعني ايه? بيلزق. يعني بقى دخين. اهنا عايزين نخففه بايه? فنشرب المية. تحول لنا الدم الى صورة جيدة جدا. ايضا اما بقول منهم واشرب المية. ياريت اقف واعمل شوية تمارين خفيفة جدا. تمارين خفيفة ممكن اقف على تراطيف صعبة وانزل. عشر عدات. ابدأ احرك امشي بالعرض. امشي الامام خطوة تنظيم بتاعت الجيش. بس في المكان. انا في مكان قليل جدا. اقدر اعمل فيه التمارين دي. ابدأ اشتغل كده خمس دقيق في اليوم اول مصحة. اليوم فوائد عظيمة جدا. اولا الحفاظ على مرونة المفاصل. اللي اتيبست. نمرا اتنين. تنشيط الدورة الدموية. وكنس الاملاح المترسبة. في نهايات الاوعية الدموية. ومرضك تصمت عن ناخرس يقوم من النوم يقول لك رجلي. ادم يمشي ادرى حركه. اما يقوم يعمل شوية التمارين دول. بيحرك هذه الاملاح عشان تخرج مع البول. وبالتالي ما تترصبش في عظام القدم. ونسمع عن شوكة كعبية. ويسمع عن التهاب في اللفافة الاخمصية. والتهابات الادم والكرف بتاع القدم من تحت. كل دي هنتحاشاها. بفضل الله عز وجل. ثم بفضل التمرينات اللي هنعملها. بنقول ايضا الحركه شرب المية مع الحركه. بتقلل من الجلطات والسكتات الدماغية والقلبية. بتنشط ضربات القلب. ضربات القلب اللي يكون بقيت بطيئة اثنان النوم. تبدأ تعلى مع الحركه. بيحصل تنشيط للدورة الدماغية والجهاز التنفسي. الواحد هو هنعم بالليل بيتنفس نفس اللي هو سطحي. بياخدش النفس العميق. ده ما يحصلش الا بعد التمارين. لذلك المريض اما بيقدي تمريناته كل يوم. اول ما يصحب النوم يعمل شوية التمارين كنا. بيتحسن جدا جدا. طبعا بنقول الاستيقاظ للفجر والوضوء والحركه والنزول للمسجد. دي قيارت للمستطيع. مش قادرين سواء شباب او كبار او شابات او حوامل او اه بتردع. نعمل التمارين دي في البيت. ايه المشكلة? التمارين سهل. نقف على تنزيل الصوابع. نقف على الكعب. خطوة تنظيم في المكان. نمشي بالجام. نمشي الامام والخلف. تحريك الزراعين. تحريك اليدين. تاني وفرد الكوعين. ايه التمارين البسيطة ديها دكتور? علشان ننشط الدورة الدموية. يبقى ديه النصيحة الاخرى اللي قلناها شرب كوب لكوبين مية. من درجة حرارة الغرفة. بعد الاستيقاظ. ثم عمل تمرينات خفيفة في المكان نول خمستاشر ديها على الاقل.